تعالوا بقى بالتالي نتطمن على حالة اللعيبة الصحية الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق أكد أن محمود كهربا يعني اشتكى من إجهات بسيط في العضلة الأمامية أثناء مباراة أسوان إلى جانب طبعا شكوى من التواق في الكاحل عشان كده فضل الجهاز الفني أنهم يريحوا عدم المجاسفة باستمراره ويأكد أن اللعب سيجري اليوم بعض التدريبات الاستشفائية وحيشارك إن شاء الله في التمرين الجماعي بكرة بشكل طبيعي جدا وتعليقا على موقف عمر السولية قال الطبيب أن الطبيب النادي الأهلي قال أن اللعب نفذ آخر مراحل البرنامج التأهيلي الخاص به بعد ما تعرض للإصابة بشد في السمانة وشارك في التدريبات الجماعية مع فريق الشباب ومن المقرر أن إن شاء الله سيشارك في التمرين الجماعي بعد عودة الفريق إلى القاهرة مرة أخرى أكد كمان دكتور أبو عبلة أن جميع لعيبة النادي الأهلي سيكون هنا متواجدين في التدريبات خلال الأيام المقبلة إن شاء الله بشكل طبيعي جدا باستثناء طبعا أكرم توفيق وكريم فؤاد لأن هما الاثنين بيعانوا من إصابة بقطع في الرباط الصليبي وبيوسطوا حاليا للبرامج التأهيلية الخاصة بيهم وقال إن اللعيبة ملتزمين بتطبيق البرامج التأهيلية بالكامل وأشاد بعزمتهم وإصرارهم على التعافي من هذه الإصابة والعودة للمشاركة مرة تانية في المباريات ودي الحقيقة أملنا كلنا ودعوتنا كلنا أكيد ما نحبش أن يكون عندنا أي لعب في صفوف الفريق النادي الأهلي يكون بيعاني من أي إصابة أيا كان نوحها وأيا كان حجمها تمنياتنا ليهم أكيد بالشفاء العاجل بإذن الله يرجعوننا بألف سلامة لنرباط الصليبي من الإصابات اللي هي يعني الأبشع في كرة الخدم أيضا شكرا